ستحدث في هذا المؤتمر الصحفي حول الحالة الثانية خلال أربعة شهر لمقتل مواطن كويتي في مصر اللي هو العم رحمة الله عليه خالد الريش تعازينا لذويه ونسأل الله أن يصبرهم على فقيدهم اجتمعت مع أسرة الفقيد أمس واستمعت إلى المعلومات اللي وصلوا لي إياها كنت على تواصل معهم عندما وصل جثمان الفقيد وأكدوا لي بأن جثة الفقيد عندما هموا إلى غسلها قبل دفنها كان في بعض الملاحظات على هذه الجثة أولاً أنا بديت مؤتمر صاحبي بقلت أنها هي الحالة الثانية خلال أربعة شهر وكل الحالتين مشتبه يعني نفس الشبه داخل سكنهم أو داخل الشقة اللي هم يملكونها وقتلوا فيها وكل الحالتين صوروا أو أن على الأقل ما تم إعلان عنها بأنها إما تكون بدافع السرقة أو بدافع الخلاف المالي نحن اليوم محتاجين من الخارجية الكويتية موقف واضح حول هذه القضايا اللي قاعد تحصل في مصر المسألة حين مو بس مسألة أنه والله أنا عندي رعاية قتلوا أو تعرضوا لجرائم أنت اليوم حاجة أن كنت تقول حق الكويتين في الكويت عن الوضع الأمني لمصر هل أن الوضع الأمني زين أو أنه والله لا تقول تنصح رعايانا بأنهم ما يسافرون هناك أو على الأقل تنصحهم بأنهم يتخذون احتياطاتهم أنهم ما يتواجدون في سكنهم الخاص على أقل يتواجدون في الفنادق اللي فيها نوع من أنواع الحراسة الصمت اللي احنا شفناه من يوم الخميس إلى أمس إلى انتهاء العزاء وكأن الكويت متحرجة بينها تتكلم في هذا الموضوع ترى أثنين خلال أربعة شهر هي نسبة عالية على تعداد السكان الكويتي تم ما تكلم عن تعداد 30 مليون و40 مليون أكيد قد يتعرضون لحوادث بالعالم احنا ترى هذولة الأثنين على مليون نسبتهم عالية خصوصا هنا نفس الدولة ونفس الفعل تقريبا خلال مدة قصيرة أنا أطالب وزير الخالجية ووزير العدل بتكوين فريق للإشراف على هذه القضية والقضية السابقة وأي قضية أخرى موجودة الحين في الملفات اللي هناك أولا لأنه ما يتسرب بالإعلام غير عن المعلومات اللي احنا قاعد نشوفها على الأقل على الأرض الواقع على الأقل في قضية المرحوم العم خالد الريش صور الإعلام المصري بأن القضية هي يعني ضرب أفضل إلى موت أي ما فيها قصد جنائي بالقتل أما النتيجة والشواهد اللي موجودة على جثة المرحوم تؤكد أمر آخر لذلك إحنا الحين نبين تأكد في مدى صحة التقارير اللي موجودة في مصر سواء كانت المتعلقة في الطب الشرعي تلجنائية ومدى صحة إجراءات السير المتعلقة في القضايا اللي موجودة هناك نعم هناك قضاء وقدر ولكن بنفس الوقت من حق أسر الكويتيين أن يحظوا بقصاص عادل لا يمكن أن نقبل بأن يفلت أي مجرم ونحن هنا لا ندعو للتدخل في القضاء المصري نحن نريد إجراءات شفافة وواضحة وهذا واجب حكومتنا اتجاه أي من القضايا اللي تمسر عاياهم في أي دولة ما يصير لحد الحين ما في أي توضيح صدر ما في أي بيان صدر شنو الحكومة متحرجة أنها تتكلم هشوف الحكومة المصرية في كل حادثة تحصل في الكويت يحصل هناك تشوف عند النوم تحرك زي نحن حين هذه ثاني حادثة لا يتوقف الأمر أنك بس تتبلغ أنه في مواطن قتل هناك وتقول والله تم القبض على الجاني نحن نبي الإجراءات نبي نتأكد مدى صحة الإجراءات هناك معلومات متضاربة في معلومات خطيرة أصلاً موجودة عندنا نبي نتحقق منها وهذا الأمر لا يمكن أبداً أن نحن نتركه فقط للإعلام اللي يتكلم فيه لا اليوم مطلوب من الخارجية والعدل بأن يكون هناك فريق ليتابع القضايا هذه لو يروح ليه هناك يشوف ولا يعني المجاملات الدبلوماسية رح توقف على الدم الكويتي ترى احنا ما قاعد نقول حق العالم احنا نشعر حروب ولا احنا نبي نقطع علاقاتنا الدبلوماسية ولا احنا قاعد نأجد يشوف على بعضها احنا عندنا ضحايا كويتيين غدروا ونبي نتأكد من أن القصاص العادل هو اللي يكون النتيجة النهائية لهذا الموضوع وبنفس الوقت مطلوب من الخارجية أنها تكون واضحة وشفافة مع الكويتيين في مثل هذه القضايا سواء كان في موضوع العام خالد الريش أو غيره الشي الفائدة من التقارير اللي اليوم قاعد دزلكم السفارات عن الأوضاع اليومية للدول إذا أنت ماتي تعطي نشرة محدثة عن الوضع العملي للدول هذي اللي الكويتين قاعد يسافرون لها حطوا العالم الصغرة لا يصير الموضوع فقط والله مجرد أن أنت تنشر قبر بأن فلان قتل وبعدها بيوم تسارع أن تقول والله الحمد لله تم القبض على الجنات طيب والوضع الاحترازي والتحذيرات وعدم تكرر المشكلة أنت تقبض عليهم إيه بس لازالت المشكلة قاعد تتكرر يعني عندنا هناك مشكلة في هذا المكان يا تطلعوا تقول لنا والله الكويتين لا تروحون والوضع مو زين يا على الأقل تطلعوا تقول لهم يا جماعة اللي بيروح ياخذ حذره بالإضافة أنه لابدنا تطلع الخارجية والعدل في إجراءات متابعة هذه الحالات للتأكد بأن النتيجة التي ستصل لها مرضية للأسر وتحقق القصاص العادل أنا اجتمعت مع الأسرة أمس وسمعت كثير من المعلومات وأنتظر اليوم هذا التحرك من قبل الخارجية والعدل ولن يمر هذا الموضوع بهدوء أعتقد ما احنا ما رح ننطر بأن احنا نخسر شخص ثالث أو رابع لأن احنا بنجامل الناس وما احنا قادرين نطلع تصريح لنقول لنا أخاف هذا التصريح يمكن يحرجنا مع أشقانا لا شوف أشقانا ما قاعدين حرجون لما يكون في أي رعاية لهم يتعرضون لحوادث حوادث ضرب بالكويت تحصل نجد وزراء في الخارج يصرحون عندنا اثنين قتلوا غدرا ما في حتى بيان طلع ليش؟ شرحنا أقل من العالم ولا الدم لكويتي ما لقيمة ولا أكو احترام حق القانون الموجود ولا أحد مهتم حق العوائل اللي قاعد تفقد ناس عزيزين عليها أختم لحد يتذرع بالموضوع بأنه والله هذه حوادث فردية الحادث الفردي ما يتكرر بهذه الطريقة في هذه المدة الحادث الفردي ما يكون بنفس المكان وبنفس الوقائع إذا كان في خطر على الكويتيين للذهاب إلى مصر خلي الخارجية تطلع وتتكلم لا إذا الوضع زين هم يطلعون يقولون الوضع زين وخلي تابعون القضايا وخلي أكدون للكويتيين بأنها هي هذه قضايا فردية هنا الموضوع لا يعبر عن والله سلسلة من الجرائم ترتكب هناك أو أن الوضع بالنسبة للكويتيين في خطر وهذا ما يحصل أبدا إلا لما يكون هناك متابعة من قبل الخارجية العالم من صدمة العالم قاعد تدداء والأخبار وحتى الآن ما سمعنا الإخوان في الخارجية تتحدث أو حتى توضح أو تبين ترى الناس إذا كانت رخاص عليكم مرخاص علينا وإذا كانت هذه الجرائم بالنسبة لكم لا تريدون فيها أن تؤثر على علاقاتكم مع الدول أهم ما عليكم علاقاتكم مع الناس مع شعبكم بدوا حق الناس حقوقها وتأكدوا من تطبيق القصاص العادل على كل من ارتكب جريمة بحق مواطنيكم شكرا